تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد من الفيديوهات اللي منلف فيهاي كنشوف أهم أثلاث أخبار في العالم ونتكلم عنهم بهذه الفترة واللي بيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وفكار المحتوى وعشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حلقة اليوم حالتناقش فيها بثلاث قضايا قصة إمبابي وهلند عريال مدريد والقصة الثانية مانشستر سيتي المرعب والقصة الثالثة شو عم بيصير مع أتلاتيكو مدريد دائما عم بيطلع كلامي كتير هلند إمبابي ريال مدريد جمهور ريال مدريد عم بيحلم بهلند أو إمبابي ماليا هل الفريق بيقدر يشتري هذا أو هذا خلونا نحكي بوضوح أول نقطة لازم نفهمها لو مفيش جمهور مفيش لانبابي ولا هلند ولا حتى بحمل عواد نفسه مش هيقدر ريال مدريد يشتري حدا لو مفيش جمهور الموسم المقبل لكن الآن وحتى الآن مؤشرات الدراسات اللي بنسمحها من بريطانيا كحكومة ومن إسبانيا كحكومة بتقول اللقاح يعني في عودة حياة طبيعية إن شاء الله في شهر 9 الجاي فإن شاء الله نشوف جمهور في ريال مدريد وهذا معناه أنه ريال حينتقل للمرحلة الثانية مين حيقدر يشتري؟ عندك إمبابي لو قررت يشتري بشهر 8 الجاي اللي نفرض معناها 200 مليون على الأقل مصاريف الشراء مع بين عمولة وكيل أعمال ومبلغ دفع للعقد والقيم اللي هي ممكن تكون 150 مليون يورو لأنه ضهن بعقده سنة فمنتكلم عن 200 مليون لو صبرت سنة بصيروا ببلاش هنا الرهان بصير لتها مضطرة خاطر تستنى سنة وتشوفش ممكن يصير هل اللعب حيوافق يجيني مجانا؟ أم لا لا لأنه 200 مليون مبلغ كبير جدا لنادي عم بتعافى من مشكلة موسمين ماليا الآن فهذا أولا ثانيا في شي ثاني اللي هو راتب إمبابي كثير عادي فإنه ييجي بهذا الصيف مع الأزم المالية لأ بتدخل في مطحنة مالية كبرى فإمبابي مستبعد ماليا بالموسم هذا هذا المنطق من رعا هالند هالند يقال أنه فيه بنت بعقده بخليه يطلع ب75 مليون في الصيف التالي يعني 22 فبالتالي لو إجينا دورتمون السنة هاي مبلغ أكبر من 75 وبالناس بتحتي دائما حول 100 مليون حيسمح له يطلع في منشستر سيتي في من يونايتد وفي ريال مدريد وفي برشلونة وفعقة كثيرة مهتمة بهذا المهاجم السفاح هالريال بيقدر يشتري؟ 100 مليون عشان الريال يأمنهم عنده أكثر من الحل الحل الأول أنه يروح بيع بعض اللاعبين هنا عنده أسماء سيبايوس أوديغارد بورخا مايورال يوبيتش إبراهيم دياز كوبو حتى فبده يلم من هذو الميين فلازم يبيع 100 مليون عشان يقدر يجيب هالند هذا مبدئيا لأنه حتى لو أنه جمهور راجع السنة الجاي أنت عندك موسم داخلات في قانون لعب المال النظيف ماليا وحسبيا فيهم مشاكل كبير كثير فأنت مضطرب ما تغامر كثير في هذا الموسم عشان نتائجك المالية تكون منطقية وتبلش تتعافى لعندما يصير في ملعب جديد والجمهور يرجع بـ 22 بشكل طبيعي هنا بتبلش ترجع تتعافى فشرط أساسي من شراء هالند أنك تبيع بقيمة تقارب هالند لكن هذا فيها خطورة كبيرة زي ما أنتم شايفين أنه الدكة حتتفرق ربما تماما من أي لعب موهوب في المستقبل ممكن البعض بيقول وين إسكو بيل ومارسيلو طبعا هذولا في الزمن الأزمة المالية على الأغلب برحله مجانا أو بخمسة خمسة مليون لكل واحد فيهم يعني بس قدام الناس أنه تنبيعهم بيع وليسوا خرجوا مجانا لكن ما أظنيت فيه حدا مستعد يدفع في لعبين زي مارسيلو متقدم بالعمر كثير أو بيل اللي متذبذب جدا أو إسكو اللي حالته سلبية للغاية الحل هذا لا يبدو مفضل للريال مدليد لأنه هيخسر لعبين هو كان نفسه يراهن عليهم في المستقبل طب شو الحل الثاني؟ حل الثاني تبديل اللعبين بحيث يبدو دورتموند هو الكسبان لأنه دورتموند يعطيك لعب ممتاز زي هالند بدي يكون أمام جمهوره مسؤول شو اللي بتعمل فيه فلازم دورتموند يظهر كسبان في اللعبة أني أنا جبت فلان وفلان وفلان فربما نشوف ريال مدليد بيدخل بنوعية من تبادل اللاعبين المفاجئة ممكن نشوفهم بيعطيه جونيور ولعب مثلا جونيور أوديغارد جونيور ماريانو دياز ممكن نشوف هذا جونيور لسه دورتموند ممكن يقولك أنا بقدر أراهن عليه وأطوره كجناح أنا طورت كثير أجنحة وأوديغارد لعب موهوب خط وسط أنا محتاجه فممكن نشوف هذا النوع من التبادل لعبين موهوبين عليهم اسم بس مش حينبعوا بمية مليون بهذا الصيف لكن الريال بقدر يعطيهم لدورتموند وياخد هالند بالنسبة لدورتموند هو كسب لعبين وبالنسبة للريال كسب المهاجم اللي ببحث عنه وهذا الحل اللي يبدو أقرب للواقع وأقرب للمنطق من الحلول الأخرى في زمن مفيش في كاش مع عنديية كرة القدم ننتقل للمبحث الثاني والإحباط المطلق بالتأكيد بلا نقاش إيغوارديولا هو أفضل مدرب هجومي في كرة القدم حاليا وبالنسبة لكثير ناس ربما يكون أفضل مدرب هجومي في تريق كرة القدم المدرب اللي قادر يخرق فرص معك مهما دافعت مهما حاولت هيخلق له أكم من فرصة غصب عن دفاعك شو ما عمل وما فيش مباراة لعبها إلا قدر يحط الفريق بفرص صريحة للتسجيل لا نقاش بذلك واللي ما بدي يحترف بذلك بسيرجع للأرقام بيعرف أنه هو غلطة هذا موضوع بسيط ومعروف أنه صعب جدا تملك كرة أمام فرق إيغوارديولا وكانت دائما الأمر الوحيد لما تلعب ضد فرق إيغوارديولا هو لما يستحوذ أنك تخلق فرص وكما قال يوما ما أو ينسب لفرانس بيكنباور قوله أنه الاستحواذ لا يعني شيء طول ما الخصم قادر يخلق فرص عليك الآن الستي راح لمستوى أخر لشكل مختلف دفاع قوي جدا وهون مندخل بالإحباط المزدوج أو الإحباط المطلق أنت لما تكون مش معك الكرة كفريق يعني فيه خصم مستحوذ على الكرة أكثر منك هذا اللي واحده بيخلق إحباط لأنك أنت مضطر طول المباراة تظل لك راكد ورا الكرة وتظل لك تتحرك عشان هم ما يعرفوا يخلقوا المساحة اللي يروحوا فيها على المرمى هذا واضح مع الوقت هذا الموضوع محبط لإلك وليش الفرق اللي بتستحوذ بالأخير الخصم بغلط لأنه بصير شوية تسرع يأخذ كرة الآن لما تيجي هذه لحظة الإحباط الأول تيجي أنت تقطع الكرة فرصتك الآن لازم أرتد عليهم تتفاجأ أنه دفاعهم قوي جدا ومش عارف تخلق أيضا فرصة عليهم هنا بصير إحباط دفاعي وإحباط هجوبي وهنا يعني فعليا الإحباط هذا مطلق جدا ما نسيت الحالي اللي معي جوارديولا أنا ما شفت لفرق جوارديولا حتى مع بايرل ربما موسمه الثالث كان قوي جدا لكن بهذا الفريق بشبه فريق 2010-2011 ببرشلولا اللي هو يعني ربما منطقيا أكثر كمالا من فريق السوداسية أساسا لأنه كان متشرب فلسفة جوارديولا تماما مستوى مدافعي كان أفضل خبرتهم أكبر مع بعض وإسكان الفريق يعني كتلة واحدة مرعب وهذا الفريق بشبهه من حيث الدفاع طبعا من حيث الرجوم دائما برشلولا جوارديولا أقوى من أي برشلولا أي فريق حيدربه جوارديولا وربما أقوى من أي برشلولا أيضا فلما تصير في هذه الحالة عندك هذا الدفاع القوي وعندك الهجوم اللي كويس جوارديولا راحل عن هجوم كثير من أول ما راحل عن برشلولا ما حقق الأبطال لكن حقق ربعية تاريخية في إنجلترا وأيضا حقق إنجازات مهمة في ألمانيا يعني ثلاثة أنصاف نهائية دول الأبطال مش شيء أقليم الآن لما نجي نتكلم عن هذا الوضع دفاعيا هجوبيا إنت قوي بدي أشوف شو ممكن جوارديولا يحقق بالمنطق هذا الفريق بيقدر يحقق أي لقب بلعب فيه بشرط شغلة واحدة جوارديولا ميت فلسف الزيادة عن اللزوم في المباراة المهمة ويجي بفكرة جديدة لا لعبته متعودين عليها ولا هو فهم شو هي وتطلع رأسه زي ما بصير معاه دايما آخر فترة منتقل للموضوع التالت تذكروا قصة بوكتيلو لما قال من توتنهم ولما هو مقدرش عاطفيا يودع لعبته فترك لهم رسالة في غرفة تغيير الملابس القصة كانت صعبة وكيف تقيل مدرب إيجا حمل الفريق وطلعوها تطلع على كبير وأذكر يومها غردت أنه كرة القدم كثير صعبة وما أصعب هالقرار يعني ما كانش سهل عدارة توتنهم الله معك روح أنت بعد ما عملت لنا كل هذا مش صهل مش سهل أبدا ويوميتها حكيت أنه أصعب قرار في كرة القدم موجود حاليا هو إقالة ديوكو سيميوني المدرب اللي حول أتلتكو مدريد من فريق بيحلم يتأهل لدور الأبطال لفريق إذا ما جاب دور الأبطال الناس بتقول والله يفاشل المدرب اللي حقق ألقاب محهم اللي رفع قيمة لعبية تسويقية اللي تكون من أهم القيم التسويقية في العالم ساعدهم على بناء ملعب خلى الفريق قوة ضاربة معروفة على مستوى العالم الآن هذا المدرب عم بواجه خطر كبير جدا وعم بواجه خطر أصعب قرار في كرة القدم اللي حكيت عنه لو خسر الدوري هذا الموسم وطلع الثاني أو الثالث بشكل تقليدي طبيعي كان عادي ما في أي مشكلة عادي ما وره ريال مدريد وبرشلونة أغنى منا وبدفعوا أكثر منا والأمور تمام والسلام عليكم بس المشكلة الحقية الآن شيء آخر الفريق حسم الدوري عشر نقاط فارق هذا كان حسم كبير جدا لدوري روح الدوري خلاص ما ظل دوري وما فيش يعني حتى إحصائيا نعتقد ما عمرو حدا رجع من عشر نقاط في الليجة الآن لما تجي تتهددوا ضيع خمس نقاط بخمس أيام وصير مضغوط عليك ست نقاط وضيلك مباريات صعبة منهم الاتنين اللي بنفسوك ريال مدريد وبرشلونة هنا ندخل بمنحة آخر شو لو قتلتكم مدريد خسر الدوري أنا أعتقد نفسيا سيميوني قوي حيرجع معنويا حيرجع بس هل اللعبين حيقبلوا هل الإدارة حتظل فيها نفس الثقة هل الجمور حيظل قابل يعطيه فرصة تانية بعد ما ضيع مش فرصة ضيع جول يعني جول الكرة دخلة الجول هو دخل طلحها هيك حرفيا اللي عمله فما بعرف هنا يعني الموضوع لوين رايح مع سيميوني بس اللي قتلته لو خسر الدوري خروج سيميوني هو المنطقي وربما لو أنا بدي أقترح بديل يوم وقتها فهو بالتأكيد أليجري مدرب يوبينتوس مدرب نتائج مدرب عنده لعبين ممتازين الآن في أتلتكو بقدر يروح فيهم كثير بعيد وأعتقد أتلتكو جربوا يوما ما إنه شو بيقدر يعمل نوصل هنا نهاية حلقة سيلفي سبورت اللي تجيكم مني محمد عواد برور جدا تابعوني فيسبوك تويتر إستغرام وتشتركوا على قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة